لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة طارئة لقضية يفترض أنها وطنية تهم الجميع وهي الانسحاب الأميركي من البلاد بدل الطارئة أعلن عن وجود عقد جلسة داولية وبدل من أن تنتهي هذه الجلسة إلى مقاربة وطنية معقولة بشأن العلاقة مع التحالف الدولي كانت النتائج معكوسة تماما بل أفرزت واقعا يعرفه الجميع لكنهم لا يتعاملون معه بواقعية وهو أن لدينا إشكالية تتعلق بالهوية الوطنية بشكل عام إذا أردنا حساب الموقف نجد أن القوة الشيعية مع الانسحاب غير المشروط لكن جلسة البرلمان أثبتت أن هناك انقسام داخل المكون الشيعي الكرد والسنة لم يحضر أحد منهم إلى الجلسة الدولية التي هي لا تضر ولا تنفع أصلا فلماذا يحصل ذلك؟ وما هي المقارنة الصحيحة للتعامل مع التحالف الدولي؟